تصعيد جديد في شبه الجزيرة الكورية حيث هددت بيونج يانج جارتها الجنوبية باتباع سياسة الأرض المحروقة معها رداً على استخدام الولايات المتحدة قاضيفات استراتيجية في التدريب العسكري بين واشنطن وسول الذي ينفذ بالقرب من بيونج يانج تلويح بيونج يانج المتكرر بشأن استخدام الأسلحة النووية لحسم النزاع التاريخي مع سول لم يعد مجرد مناورة سياسية الجيش الكوري الشمالي أعلن إجراءه تدريباً عسكرياً لتنفيذ ضربة نووية تكتيكية تحاكي شن هجمات على مواقع عسكرية ومدنية في كوريا الجنوبية التدريب العسكري الأرض المحروقة الذي تنفذه كوريا الشمالية يشمل صد غزو مفاجئ عليها ثم شن هجوم مضاد وضربات متزامنة فائقة الكفافة تنتهي باحتلال كامل لأراضي كوريا الجنوبية لم تقف بيونج يانج عند هذا الحد فقط من التهديدات بل أعلنت أن وحدة صاروخية تابعة للجيش أطلقت صاروخين باليستيين تكتيكيين باتجاه الشمال الشرقي بمطار بيونج يانج الدولي ونفذت المهمة بشكل صحيح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اتهم قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بزيادة خطر نشوب حرب نووية والتخطيط لشن هجوم نووي صباقي على بيونج يانج صواريخ كوريا الشمالية واجهها رفع درجة الاستعداد العسكري في كوريا الجنوبية تحسبا لأي استفزاز من الجارة الشمالية فيما كشفت اليابان عبر مسؤوليها أن الصاروخ الأول الذي أطلقته كوريا الشمالية وصل إلى ارتفاع خمسين كيلو مترا وحلق مسافة ثلاثمائة وخمسين كيلو مترا في حين وصل الصاروخ الثاني إلى ارتفاع خمسين كيلو مترا وحلق مسافة أربعمائة كيلو مترا التطورات في شبه الجزيرة الكورية تشهد تسارعا ملحوظا فيما يخص التلويح باستخدام القدرات العسكرية لكل من بيونج يانج وصول في وقت يشهد فيه العالم أزمة سياسية كبرى بعد الحرب التي نشبت بين روسيا وأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر